حادث حافلة أنصار المنتخب الوطني الجزائري في ساوبولو البرازيلية لا يدعو إلى القلق معلومة أكدها مبعوث قناة الهداف إلى البرازيل بعد وقوع الحادث الذي تعرضت له إحدى الحافلات التي نقلت عدد من أنصار المنتخب الوطني الخاصة بتورينغ لتشجيع الخضر في مونديال بلاد الصنبا الحادث خلف وقوع إصابات وسط الأنصار تبين في الأخير أنها جروحا خفيفة لا تدعو إلى القلق كما تسبب في تأخير رحلات مختلف الممولين الذين نقلوا الأنصار الجزائريين إلى البرازيل وهو الأمر الذي أقلق الجميع قبل أن تعود الأمور إلى مجرها الصحيح ويطير المناصرون عائدين إلى الوطن بعد قضائهم لحوالي ثلاث أسابيع في البرازيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر